مشاهدينا نتابع الآن جزءاً من الجلسة الطريقة للجماعية العمومية للأمم المتحدة حول محدثة في غزة وحول عملية الاحتلال الإسرائيلي على غزة أسارهم ومشاعر أسارهم ولم نعرض عليكم صور فيديو ولكن انظروا إلى هواتفكم الذكية آلاف صور الفيديو تبينوا اللا إنسانية تبينوا الفضائع التي يتعرض إليها الفلسطينيون بالآلاف وباستمرار إسرائيل حولت غزة إلى جحيم دائمة على الأرض هذه الصدمة ستبقى لأجيال وأجيال أصدقائي لا تنخدعوا لا تسمعوا لهذه الكلمات التي ادعاءت لتقول أن هذه حرب بين الإسلام واليهودية أنا أردني وعربي ومسلم وأقول لكم أننا نقيم الحياة الحياة إن كانت مسلمة أو مسيحية أو يهودية نحن نقدر الحياة مندوب إسرائيل لم يذكر كلمة واحدة عن الحياة الفلسطينية التي دمرتها هذه الحرب ولكن الفلسطينية التي تحدث قبلي قال ذلك وأنا أقول ذلك نحن نقدر كل الأرواح كل المدنيين مسلمون مسيحيون يهوديون فلسطينيون إسرائيليون كل الأرواح نقدرها وتهمنا لا تسمح لهم بأن يقنعوكم بخلاف ذلك هذا هو معنى الاستسخاف السيدات الأصدقاء على الغضب أن لا يضغى على واقعي بأن العنف غير مجد علينا أن نبقى واعين بمعاناة البشر نندد بقتل كل المدنيين بغض النظر عن عرقهم وهويتهم ودينهم وجنسيتهم لأن هذه هي قيامنا الإنسانية هذه هي قيامنا الأخلاقية وعلى إسرائيل أن تحترم هذه القيامة أيضا كم من الحروب ومن القتل الذي عادته منطقتنا وما نفع ذلك لم تضمن أمن إسرائيل ولن تضمن أمن إسرائيل لن تضمن أمن أحد منا أصدقائي أن الحق في الدفاع عن نفس لا يعني رخصة بالقتل دون حسيب العقوب الجماعية ليست دفاعا عن نفس بل هي جريمة حرب علينا أن نسمي الأمور بمسمياتها نرفض إزدواجية المعايير والتطبيق الانتقائي للقانون الدولي لا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون أصدقائي أن السلام العادل والدائم هو خير دفاع لنا جميعا فلتصمت المدافع فلنرغب فلنترك للناس الحق في العيش فلنجدد إيماننا بعملات السلام كالوسيلة الوحيدة لإنهاء هذا النزاع وإلى الأبد كثير مننا يعتقدون أننا نساعد إسرائيل عبر دعمنا لحربها لا بدلا من إرسال الأسلحة إلى إسرائيل أرسلوا الوفود لخط طريق فوري ومستطاعا لتحقيق السلام هكذا تساعدون إسرائيل كثير مننا يشعرون بأنهم يقومون بواجبهم القانوني والأخلاقي تجاه الفلسطينيين عبر الحث على توصيل المساعدة الإنسانية وعلينا أن نفعل ذلك عبر الحث على المساعدة الإنسانية وليس على الحث لإنهاء الحرب لأن ذلك يعتبر تقصيرا تجاه الفلسطينيين المسئولية تجاه الفلسطينيين تطالب منهم العمل على حمايتهم وعلى توفير السلام السلام هو الذي سيضمان قيام دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومستقلة ولا تسيادة عاصمتها القدس المحتلة في حدود الرابع من حزاران 1967 تعيش جنبا إلى جنب إلى مع إسرائيل آمنة لهذا حتى يعيش الفلسطينيون وهم في حرية من الاحتلال والإهانة إذا مشاهدين تابعنا جانبا من كلمة وزير الخارجية الأردنية أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في مناقشتها لتطورات الأوضاع في قطاع غزة مع استمرار العضوان الإسرائيلي طلب فيها بضرورة وقف إطلاق النيران ترجمة نانسي قنقر